عائلة طوبغير ماروك السلام عليكم الفيديو ديال هذا النار هذا وهدي يكون مختلف بعض الشيء على الفيديوهات القدم هدينا اضروف هذا الفيديوهات على جوجة السيارات شبابية ومطلوبة بزاف وما كينش لما سيدرش عليهم تبعوا الفيديو مزيان باش تاخدوا فكرة مضبوطة على جوجة ديال السيارات فاصل وانواصل السيارات اللي قد نضروع لهم تقاربين بزاف شكلا ومضمونا هذه السيارات يتميزوا بمنظر اللي هو رياضي والذي تنتبع كبير بالقوة سيات ليون والأوبيل أسترا قد نبدأوا بعرض اهم المواصفة دياله السيارتين كلها على كل سيارة على حيضة ومن بعد قد نضروع الى الأصناب المحركات ديالهم وبعد العيوب اللي كتسجل على هات السيارات باش في التالي نخرجه بخلاصة شكون في يوم اللي تختار وشكون هي السيارة اللي كتبقى أحسن السيات اليون كتتعتبر من بين أنجح السيارات اللي خرجت بها شركة السيات هاد السيارة ترحم منها جوج ديال النصاخ واللي كتبقى قوية وبشكل اللي جدب بزاف كالإصدار ديال 1.4 TCE وال 1.6 TDI الفيسليفت جديد جاب منظهر لمغاير كليا تغييرات اللي حدث بهم هذه النسخة هذي ملوقع النقاط والأساسية ديال السيارة الدزاين اكستيريور تبدل توتال مو والانتيريور كذلك العضواء الأمامية واللي تعتوها كالمظهر شارس الكالندر واللي كتوسط العلامة ديال السيات هدو من بين النقاط للتغييرات اللي جاج بهم سيات اليون الأبعاد الجديدة كذلك ديال السيارة هذي واللي اعطوها منظر لائق جدا بعد الهاتشباك رائعة طول ديالها كي بلغ 4315 مليمتر والعرض ديالها 1768 مليمتر الارتفاع ديالها جيد بالنسبة للسطح الأرض المساحة للتخزين ديال السيارة كذلك كافية وكتب لغ 380 لتر مع إمكانيات طيق المقاعد المساحة لا تلقوها في سيارة رياضية من غير السيات اليون الارتفاع الجزء اللي يقدرنا عليه واللي كي بلغ 145 مليمتر بالنسبة للأرض وأقرب نقطة بصيغة أخرى فهذه السيارة هذه الارتفاع يمكن السيارة تمشي في الطريق بكامل القوة ديالها وكذلك تبقى مرصافة على الأرض بشكل كافي كي يخليها اي في التقالي حسيكاكات اللي يكونوا مع الأرض أو بعد الصدمات اللي يكونوا مليترو طوار عموما ديزاين ديال السيارة الخارجي كي يبقى أوريجينال وكي نفس أقوى لهاتشباك اللي ينين حاليا في نفس الفئة ديالها ديزاين انتيريور واللي خدمت عليه شركة السياط بشكل جيد كذلك قدرت توفر مقصورة داخلية رائعة بكل المقاييس مع إمكانية الحصول على شاشة ملاحة كبيرة فيها قاع وسائل الترفيه والقدرة على التحكم بمختلف مميزات هذه السيارة أوبال أسترا واللي كان هدرو عليها في الجيل الجديد ديالها اللي خرج من مور الجيل ديال 2009 واللي قاسي حسان واسع وكانت طلب عليه كبير كذلك سيارة اللي كتبقى صالحة للشريحة واسعة ديال الناس والعائلات كذلك بحيث أنها تجمع بين الكونفور والصح والسيلاك المنخفض ديال الوقود سرتوف النسخة الجديدة اللي تنضرو عليها دابا هاد السيارة واللي قدرت تمزج بين الشكل العصري والرياضي والإمكانيات الجيدة على الطرقات سيارة في حولة جديدة ديالها تهيك التمييز بشكل خارجي رائع وحصلات على تحديثات زوينة من حيث الأضواء الأمامية والخلفية وكذلك المقصورة الداخلية ديالها التي تبدلت والتي تشابهها بالسيارات الحديثة التي تعتمت تقريبا نفس المقصورة مع اختلاف من حيث المواد المصنعة على حساب كل الشركة علما أن البلاطفورم باش تخدمات أوبين كانت شاركة بينها وبين البوجو سيتروين والتي تخدمت بهم الترواز صويت والكاتميلويت بالنسبة للبوجو الارتفاع للسيارة على الأرض أكثر من سيارة ليون كاتب 165 مليمتر والأرتفاع جيد وأحسن من معظم السيارات بالنسبة للسيارات سوف نحاول أن تطرق لهم بالنسبة للأصناع المحركات سوف نبدأ بسيارة ليون متوفرة بمحرك من سعة 1600 سيارة موصول بناقل حركة يدوي وأوتوماتيكي من خمسة وسادي السرعة سيارة متوفرة بالنسبة للنسخة ما بين 150 الخيل 243 سيارة كتميز بخاصية الحق الإلكتروني بالنسبة للناقل الحركة الأوتوماتيكي فهذا الأخير غير متوفرة سيارة متوفرة حاليا في المغرب بالنسبة للإستهلاك السيارة سيارة 3.8 لتر في كل مياس كيلومتر و 4.8 لتر بالنسبة للفرسيون بالنسبة للأوبال أستر يتميز بمحرك يلائم الحجم و تشارب أن السيارة قوية وانطلقة قوية المحرك الوحيد المحرك المتوفرة في المغرب هو المحرك CRDI بقوة 136 حسان محرك قوي من سعة 1.6 لتر بقوية تصل إلى 4.5 لتر في كل مياس كيلومتر و تسارع يبلغ السيارة مسافة 100 كيلومتر في ساعة بالنسبة للمحرك CRDI CRDI في هونداي CDTI بالنسبة للفرسيون أوبال من بعد ما هدرنا على أبرز ما تتميز به هذه النسخة سوف ندره على بعض العيوب التي تسجل عليهم بالنسبة للسيارة فالسيارة تتقر بعض الوحيد التي تتم تشغيلها بشكل يدوي كذلك الأضواء الأمامية والتي تتم تحكم فيهم يدويان بشكل آلي أو أوتوماتيكي السيارة تتقر كذلك الكاميرا بالنسبة للسيارة والتي تكون من بين المميزات التي تستعملها معظم السيارات ومعظم الوحيد هذه الحوائج التي نقصين فيها من التمييز بمحرك التي تبقى قوي إضافة الكفاءة العالية من حيث تتبت في الطريق والقوة وكذلك الخاصيات التي تتميز بهم هذه السيارة من حيث الأمن بالنسبة للأوبال أسترا أكثر تشكو من هذه المشاكل غلاء كطاع الغيار والتي قليلة كذلك ومن بين المشاكل الأخرى المتداولة على هذه السيارة هي الضعف المحرك خاصة بعد تشغيل المكيف كذلك الصوت المحرك مقارنة مع السيارة الأخرى خصوصا مقارنة مع السيارة وهو بعد الملاحظات السلبية التي صار حسن لم يكن في صالح هذه السيارة إذا أردت الرأي فإذا أخذنا بعيد الأسيبار قوة المحرك وكذلك السيارة فتبقى أحسن من الأوبال أسترا كذلك العيوب التي تسجل على الليون مقارنة مع الأوبال أسترا بغض النظر عن بعض المميزات التي تستقر لهم السيارة ليون وكذلك تمييز بهم الأوبال أسترا ولكن في المجمل فالليون تتفوق على الأسترا بغض النظر بالنسبة للأسمنة لها السيارة فكانوا بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى أن تكونوا سيفتوا معنا في هذا الفيديو ولو بالقليل حاولوا سبارتاجي هذا الفيديو مع أصحابكم وحبابكم شجعونا بلايك ولكومنتر إن شاء الله أفرسكم ونطلقوا فيديو جديد و سيارة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة